منذ الصغر وبهاء يسخر بلسانه من الآخرين فإذا شاهد أحدا سمينة أطلق النكات على سمنته وإذا رأى جارا معاقا سخر من إعاقته رغم نصائح والديه بحفظ لسانه وتحذيره من عقاب الله وتذكيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم إلا أن بهاء برر سخريته بأنها مزاح وظل هكذا حتى تخرج من الجامعة وبعد تخرجه من كلية التجارة عرض عليه أستاذه إقامة مشروع تجاري وأخبره أن زميله فادي سيكون الثالث في المشروع فسأل بهاء أستاذه من هو فادي؟ أنا لا أعرفه فقال أستاذه إنه زميلك ذو المظهر الأنيق والشعر الذهبي الجميل والذي كان يجلس في المقدمة دائما ويرتدي أجمل الملابس فسأل بهاء أستاذه أنا لا أذكره صفه لي بدقة أكثر فقال له أستاذه فادي الخلوق الملتزم والذي كان يجلس على مقعد متحرك في هذه اللحظة تذكر بهاء زميله فادي ووقف أمام أستاذه في خجل ثم قال لأستاذه كم أنت رائع يا أستاذي وكم أنا سيء لقد كنت مهذبا وراقيا في وصفك ونظرتك الإيجابية لفادي فقد أغمط عيونك عن نواقصه بينما أنا لم أصف طوال دراستنا إلا بالمعاق حتى أنني نسيت اسمه شكرا لك فقد أفقتني وعلمتني درسا لن أنساه ومن اليوم لن أسخر من أحد أبدا وبعد توبته تم تعيينه في وظيفة حكومية كمحصل لفواتير الكهرباء وفي أحد الأيام جاءه صبي يدفع فاتورة الكهرباء فأخبره بهاء بأن الدوام انتهى وعليه أن يأتي في الغد فقال له الصبي هل تعلم من هو والدي؟ هل تعتقد لو أتيت بوالدي؟ ستقول ذات الكلام؟ ثم خرج الصبي وعاد بعد دقائق ومعه رجل يبدو من هيئته بأنه فقير وعرف فادي بأن الرجل والد الصبي فنهض وسلم عليه بحرارة ثم ابتسم للصبي وقال له الآن سأنجز طلبك فقال له الصبي فرحا أرأيت؟ قلت لك لا يمكن أن تقول لأبي لا فنظر الوالد لفادي نظرة شكر وامتنان وهمس له شكرا لك لأنك رفعت شأني أمام ابني ولم تسخر مني لن أنس جميلك طوال حياتي فرح فادي كثيرا بكلمات الأب وحمد الله كثيرا على قبوله لتوبته وحفظه للسانه الذي كان سيكون سببا لعذابه في الدنيا والآخرة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما رانيا طالبة في السنة الثالثة من كلية الآداب تزوجت ممن تحب زواجا عرفية وهو زميلها في الكلية ويعمل في إحدى الدوائر الحكومية لكنها تسكن في المدينة الجامعية بينما يعيش هو في غرفة مستأجرة مع زملائه وهما يحتالان كي يختلي ببعضهما مرة أو مرتين في الأسبوع لها زميلة ملتزمة حاولت من قبل منع هذا الزواج وأخبرتها أن هذا الزواج حرام لأنه بدون ولي شرعي ولكنها لم تستطع إيقاف هذه الزيجة وبعد زواجها العرفي سألتها زميلتها الملتزمة عن ضرورة هذا الزواج فأجابت إننا نحب بعضنا جدا فلماذا ننتظر سنوات حتى يتخرج من الجامعة ثم قد يوافق الأهل أو لا يوافقون وقد يطلبون مهرا مرتفعا ومسكنا للزوجية وهذا شرط مستحيل بالنسبة لضرفه وضرفي لذا اخترنا أن نختصر المسافة وأن نكف عن الانتظار والعذاب فسألتها زميلتها هل أنت واثقة من استمرارية هذا الزواج الغريب فأجابت بنوع من اللامبالاة وعدم تقدير العواقب ولماذا لا يستمر ولنفترض أنه لظروف ما سيفشل فما هي الخسارة في ذلك وعندما سألتها وماذا لو حدث الحمل قالت بنفس اللامبالاة أنا أتخذ كل الاحتياطات ولو حدث ذلك فسأقوم بالإجهاض وبعد أقل من عام من زواج رانيا حملت مما جعل صديقها يطلقها ويذهب بعيدا وحين حاولت إجهاض نفسها لم تستطع وتعرضت للموت فلم تجد أمامها إلا الاعتراف لأهلها بزواجها العرفي ولاقت من العتاب والعقاب ما نالت وعندما أنجبت لم يكن لديها أي وثيقة تثبت أنها متزوجة ولم تتمكن من إثبات نسب ولدها إلى أبيه وأبدت حزنها من المأزق الذي تعيشه جراء عدم قدرتها على تثبيت زواجها شرعا وقانونا ثم المشكلة الأكبر وهي عدم قدرتها على تثبيت نسب ولدها إلى أبيه وكلما استطاعت تقديمه للمحكمة هو شهادة أشخاص أقر أن صديقها كان يأتي بها إلى غرفته بينما شهدت زميلتها الملتزمة بزواجها العرفي من صديقها الهارب وهذه الشهادة لا تكفي لإثبات حالة زواج وحمل والطفل لا يزال حتى الآن دون نسب ودفعت رانيا وأهلها ثمن تهورها وتسرعها وعدم مبالاتها وربما دفع وليدها الثمن الأكبر فيما بعد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أحمد شاب على خلق ذهب لإصلاح سيارته في ورشة جديدة يؤجرها رجل في الأربعين من عمره واتفق معه على مبلغ عشرة آلاف جنيه فأعطاه أحمد أربعة آلاف على أن يسدد الباقي عند التسليم بعد أسبوعين وفي الموعد المحدد اتصل أحمد بالرجل ليستلم سيارته فوجد هاتفه مغلقة واستمر ثلاثة أيام يتصل به عدة مرات يومية وفي كل مرة يجد الهاتف مغلقة فقرر أحمد أن يذهب إلى الورشة فإن كان الرجل أصلح سيارته أعطاه باقي المبلغ واستلمها ولكنه عندما ذهب للورشة وجدها مغلقة سأل أحمد عن بيت الرجل حتى عرفه وعندما دق الباب فتحت له طفلة صغيرة وعندما سألها عن والدها قالت له ببراءة والدي سافر عند ربه صدم أحمد من رد الطفلة وطلب منها أن تنادي على أمها وعندما جاءت الأم وجدها ترتدي ثيابا سوداء والحزن والألم والشقاء يبدون عليها فقال لها أحمد بيني وبين زوجك عمل فهل هو توفي؟ فقالت الزوجة وهي تبكي توفي من أسبوع رحمه الله إن كان لك عنده نقود أرجو أن تصبر لمدة شهر حتى أبيع عفش الشقة أو أقترض لك المبلغ صمت أحمد وهو ينظر إلى الطفلة الصغيرة وللرضيع الذي تحمله الأم ثم قال لها زوجك رحمه الله نفذ لي عملي وباقي له عندي ستة آلاف جنيه لم تصدق الزوجة وأخبرت أحمد أن زوجها لم يطلعها على هذا المبلغ ولكن أحمد أعطاها المبلغ ثم عاد إلى الورشة واستلم سيارته التي لم يقم الرجل بإصلاح أي شيء فيها بسبب المرض الذي أصابه بعد استلام السيارة مباشرة وعندما عاد أحمد لبيته ذكر لزوجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمالة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وبعد أن ذكر لها أن أفضل أنواع التجارة الرابحة هي التجارة مع الله طلب من زوجته زيارة زوجة الرجل الاطمئنان عليها ثم تكفل بها وبابنيها عن طريق إرسال مبلغ شهري لها عن طريق زوجته التي داومت على زيارتها والاهتمام بها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر